ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن فريق كرة اليد سيدات وكنت بقول لحضراتكم ان احنا يعني ماشيين بخطة ثابتة في الناشئين والناشئات كمنتخبات والمنتخب الكبير للسيدات واللي بيبرهن على كلامي ده هو فريق ناشئات كرة اليد موليد 2006 واللي طبعا استطاعوا انهم يفوزوا او يتأهلوا لمباراة قبل النهائي بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 30-18 طيب النتيجة دي او بالفوز ده انت تصل قبل النهائي وبتستنى اللي هيكسب من النجرة والمغلب عشان تلعبوا فيه قبل النهائي ولكن بالنتيجة ان انت اتأهلت الدور قبل النهائي في بطولة افريقيا للناشئات انت ضمنت مقعدك في بطولة العالم ودي حاجة اكيد تساعدنا كلنا طيب كم لعبة من النادي الاهلي في هذا المنتخب ست لعبات منهم عندنا جودي محمد وبسمالة احمد وشرق محمود وجهاد وال ونوها اهاب ومزنى احمد وفي مجموعة منهم كانوا ضيفنا فترة من الفترات واجبناهم واتكلمنا معهم يمكن كان عندهم طموحات انهم اتأهلوا بطولة العالم وحصل طيب مطشنا مع الجزائر كان ماشي ازاي الشوت الاول كان خلص بنتيجة 13 عشرة لصالح منتخبنا قبل نبسع الفريق في الشوت التاني وزي ما قلت لحضراتكم انتهت المباراة بفوز منتخب مصر على منتخب الجزائر 3018 طرف اللقاء او طرف اللقاء التاني هيكون اللي هيكسب منجلة والمغرف ايه قبل النهائي وبطولة العالم هتبقى فيه صيف 20-24 وده قضية طبيعي جدا سنة بطولات قرية وسنة بطولة عالم ده اتحاد اليد ماشي كده على عكس مثلا اتحاد زي اتحاد كرة السلة بيمشي بطولة عنده كأس عالم عندهش بطولات عالم طبعا ده يعني فوز لعبة النادي الاهلي جودي محمد بأفضل لعبة في مباراة الجزائر ده لقطة من استلامها طبعا جائزة افضل لعبة وده مستقبل الحقيقة من اللعبات الوعيدة اللي هيبقى ليهم مستقبل كويس جدا مع النادي الاهلي وهي بالمناسبة اخت صارة الخولي نجمة الفريق الاول وزي ما قلت لكم هي جينات فاحنا في كرة اليد الحمد لله رب العالمين نقدر نحقق نفس النتاج اللي يحقق الرجال مع السيدان بس ببعض الاهتمام والاحتكاك ايضا